مساء الخير وكل الاحترام والتقدير لكم والزملائكم في العالم العربي والإسلامي الذين يحتضوننا هذا اليوم نصرة الكدس والكدس حقيقة بحاجة إلى هذا التضامن والتعاضد في ما تمر به من ظروف صعبة ومعقدة حقيقة يعني هذا الإعلان الذي جاء به الرئيس الأمريكي ترامب يعني حقيقة إذا نظرنا إلى السياق التاريخي نرى أن هذا الإعلان ليس مفاجئا أو عفويا أو كما يعبر عنه أنه رجل أعمال بخرج بفنتزيات جنونية بطريقة أو بخرى أعتقد أن هذا الموضوع له علاقة بسياق تاريخي لذلك نحن كفلسطينيين وعرب ومسلمين ملزمين بفهم وقراءة التاريخ على سبيل المثال عندما حضر الجنرال أرمبي لإحتلال الكدس وقد احتلها الجنرال البريطاني أرمبي في 6.12.1917 وبعد ذلك تم انتخاب ترامب رئيس الولايات المتحدة منذ اليوم الأول وهو يعلن عن إعلانه بأن الكدس ستكون عاصمة إسرائيل ولكن انتظر عاما كاملا إلى أن أصبح التاريخ 6.12.2017 فهو مرور مئة عام بالكامل على احتلال الكدس وهذا له دلالات بأن السياق التاريخي الغربي عندما قال الجنرال أرمبي أننا اليوم أنهينا الحروب الصليبية في الشرق الأوسط عندما احتلال الكدس وبالتالي نحن كفلسطينيين نعتبر نفسنا كخط الدفاع الأول على العرب والمسلمين وهذه معركة ليست فلسطينية بحتة هذه معركة عربية إسلامية وكذلك مسيحية لأنه هرتسل بنفس الوقت بعث في تلك الفترة برسالة إلى البابا في روما أن يسهل هجرة اليهود من أوروبا والغرب إلى فلسطين التاريخية وكان رد البابا واضحا بأنه رفض إلا إذا جاء اليهود إلى فلسطين ويعمدوا فيها أي بمعنى أن يصبحوا مسيحيين وبالتالي كان في رفض مسيحي منذ اليوم الأول للطريقة التي تم فيها السياق التاريخي ومن هون بقول أنه هذا موضوع نحن فلسطينيين في المواجهة وخط الدفاع الأول ولكن الحاضن العربي والإسلامي ملزمي بهاء الدفاع عن مدينة الكدس لأنها جزء لا يتجزأ من المعرك الأساسي تجاه الكدس بكتك بالعودة إلى موضوع المؤسسات الوطنية الفلسطينية في مدينة الكدس وهذا الاستهداف نتحدث هنا عن أكثر من مئة مؤسسة وطنية فلسطينية أغلقها الاحتلال منذ احتلاله للمدينة عام 1967 وما زالت مسندفة حتى هذه اللحظة هذا كله يصب في خانة دفع المواطن المقدسي الذي بالدرجة الأولى يتلقى خدمات معينة من هذه المؤسسات إلى أن يخرج خارج المدينة بنظرة عامة ماذا تقولون عن هذه السياسة الإسرائيلية؟ يعني حقيقة هو كما تفضلت أنه في سياسة ممنهجة واضحة بتضييق الخناق على كافة المؤسسات المقدسية من أجل الهجرة من مدينة الكدس وأن ترى أماكن أخرى أكثر راحة لها خارج هذه المدينة فمن البداية ومن أهم العناصر الأساسية التي كانت في مدينة الكدس النقابات نقابات المهندسين نقابات الأطباء نقابات المختلفة في مدينة الكدس تم التضييق عليها بشكل عنيف من ناحية إجراءات واستخدام قوانين إذا كانت بريطانية أو إسرائيلية حتى هجرت هذه المؤسسات من المدينة إلى خارجها وكانت فيه سياسة واضحة ومنهجة أن تخرج المؤسسات التي تنطق بالصوت الفلسطيني ويصبح ذلك مفكود بشكل شمولي في مدينة الكدس من هون بعض المؤسسات التي لم تستطع وخاصة صغيرة منها لم تستطع مجابهة هذه السياسة اضطرت للأسف إلى الخروج من مدينة الكدس والذهاب إلى أماكن أخرى في بيت لحم أو في رامالله وهذا طبعا كان واضحا عبر السنين الماضية بالممارسات والأجندة التي استخدمت لطرد هذه المؤسسات وكبح جماح الفلسطينيين في مدينة الكدس ما الذي تحتاجه هذه المؤسسات حتى تصمد في وجه كل السياسات الهدفة إلى تهويد المدينة إلى نقل كل هذه المؤسسات إلى خارج حدود مدينة الكدس يعني حقيقة كل احترام والتقدير لفخامة الرئيس محمود عباس على هذا الخطاب التاريخي الذي سيسجله التاريخ حقيقة في انعطافة لرسم خارطة الطريق جديدة لموضوع معركة الكدس يعني حقيقة من يفهم الخطاب بعمقه يبين بوضوح أن هناك انعطاف تاريخي في قصة التعاطي مع ملف الكدس وعلى الملف السياسي بشكل عام ولذلك يجب أن يكون هناك التفاف حول هذا الخطاب ومن أجل ذلك أعلن الرئيس أنه بحاجة إلى مليار دولار لتمكين المواطن المقدسي والمؤسسات المقدسية للثبات في مدينة الكدس والمحافظة على الوجود في مدينة الكدس لأنه توقيع الاتفاقيات والقرارات لا يأتي نفعا إذا كان هناك المواطن والمؤسسة المقدسية ثابتين في مدينة الكدس وبالتالي تمكين المؤسسة والمواطن في مدينة الكدس هو من يجعل هذه القرارات غير قابلة للتنفيذ أو للتطبيق ومن هون أنا أعتقد أنه يجب أنتم كنموذج هنا دكتور ولديكم ثمن مراكز ومعاهد في البلدة القديمة تحديدا يعني على سبيل المثال لو تصف لنا واقعكم كجامعة القدس يعني على سبيل المثال جامعة القدس لديها ثمن مراكز ومعاهد في مدينة الكدس وتعديدا في البلدة القديمة لدينا في خارج البلدة القديمة في الشيخ جراح كلية هند الحسين البنات وفي بيت حنينة كلية إدارة أعمال وحقوق ولكن ما تركز عليه الجامعة هو ما داخل أسوار البلد القديمة لدينا ثمن مراكز ومعاهد تعنى بالأساس بخدمة المواطن المقدسي فلدينا على سبيل المثال عندما كانت الأخت الزميلة الصحفية أين كانت واقفة دان أبو شمسية دان أبو شمسية خلفها اللي هي فيه عاملين إحنا في مدخل باب العمود مكتب عامي لأهلنا في مدينة الكدس وطبعا هذه المكتب العامي يرممون إياها الإخوة في المملكة البحرين مشكورين وأصبحت تؤدي خدمات لأهلنا في بيت المقدس كذلك لدينا مركز العام المجتمعي اللي من أجله أخذت جامعة الكدس جائزة الجائزة الأولى على العالم العربي في المسؤولية الاجتماعية حيث يتقدم لهذا المركز يومياً مئة حالي مراجعة حول مشاكل من الضغوطات والسياسات الإسرائيلية من أجل التضييق عليهم وتهجيرهم من مدينة الكدس فعلى سبيل المثال هناك سحب هويات بشكل يومي هناك التأمين الوطني وحسابات يطلب من المواطن دفعها بشكل كبير نساعدهم على رفع قضايا بخصوص تقليل التكلفة على المواطن من أجل صموده وبما يتعلق كذلك في موضوعة الأبنية والهدب البيوت فتقريباً 3000 معاملة تعالج شهرياً في داخل بلد القديمة مقابل خانزية في عنا في سوق الكطنين خانزيت برضو في عنا مركز العمل المجتمعي نحن لدينا عدة برامج منها برنامج أكاديمي حول دراسات الكدس للتركيز على أن الرواية الفلسطينية العربية الإسلامية المسيحية في الكدس هي رواية صحيحة من خلال نشر أبحاث في مجلات محكمة دولية لنوازل الرواية التي أصبحت للأسف لدى الباحث العربي والمسلم هي الرواية للباحث الإسرائيلي من جهة أخرى لدينا عياد قانونية لتدوير الانتهاكات التي تبارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين في محافظة الكدس بشكل عام وكذلك لدينا هناك برنامج لزيارات طلبة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة خارج الكدس نأتي بهم إلى جولات داخل المدينة فتكون جامعة الكدس بمجموعة من الخدمات داخل على الرغم من كل التحديات المفروضة في العاصمة المحتلة لتمكين مواطن مقدسي على الوجود وتحصينه في البقاء بكل تأكيد وهذا هو الهدف المنشود شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس على المشاركة معنا في هذا اليوم الإعلامي المفتوح شكرا